هم عملوا كده المواقع اللي خادت هزا الكلام وبرزوه وعملوله صفحاته وعملوله كذا وكذا قالك وكأنه ان احنا دخليه على مجاعة انا شايف يا جماعة ان احنا زودناها وشايف بقى كوميكسات وترياء اهو اهو اه الكيلو بعشرين جنيه اتحاد منتج الده جيناكش في اسباب ارتفاع السعار غير ابرهي المتسبح اه صد البلد اسعار ارجو الفراخ في اسواق بعد انكشف عن فوقيته غير افضل طريقة لتناول ارجو الفراخ مشوية ومخلوطة بالزعتر والفلفل اسود صد البلد غير يا براهي المعهد القومي التغذية يبرز اهمية اه تناول ارجو الكيلو بعشر جنيه فقط وقيمة غزائية كبيرة شروع كلهم مواقع محترمة وناس مسؤولة يعني بعد ارتفاع اسعار الفراخ القومي التغذية يعني هو ربط هنا بقى بعد بعد ارتفاع القومي التغذية يقول اه الحل يا جماعة شوفوا ارجو الفراخ غير ابرهي المتسبح بعد ارتفاع اسعار الدجاج عشر فقط لارجو الفراخ يعني فيه فيه اهتمام شديد ده دي مواقع رسمية دي مواقع يعني مواقع محترمة ورسمية الشروع والكربعة عشرين ومصراوي ومواقع بتنقلمين من المعهد القومي لم يخطي المعهد القومي المعلومات علمية ولم تخطي المواقع نقلت عن الموقع عن شوفوا بقى رد الفعل وده عايز يدرس بقى عايز يدرس رد الفعل على السوشيال ميديا عامل ازاي يا الله والنخبة بدأت يعني انا سميتها النهاردة ما قال نقنقت النخبة او نخبة ارجل الدجاج نخبة رجول الفراخ لنخبة دول الحاج دي ده جدا اهو بص يا جماعة بص شايفين نبدأ بقى نتارية بقى ونعمل يعني طبعا يعني انا اا اا استملح وببقى يعني ببقى سعيد أسعد لخف الدم المصريين لحتى الأزمات أنا يعني مش نيكا دي يعني لا يعني خلينا خلينا نضحك لكن المدلول السياسي للموضوع إيه قد بالك ناس سياسيين أعرفهم وناس حزبيين أعرفهم وناس مثقفين أعرفهم وناس بمحسوبين على النخبة أعرفهم كلهم ناس اللي أنا بقول عليهم دول استغلوا هذا الموضوع وبدأوا يعملوا منه من الحبة أب بدأوا يعملوا من الرجول الفراخ منكير بدأوا يعملوا من الموضوع التافه قصة وبدأ استغلال واستخدام واستهداف سياسي لرجول الفراخ اللي سميتهم النهاردة في مقال نخبة رجول الفراخ النخبة بتعمل إيه؟ بتعمل عملية نقنقة صوت الفرخة نقنقة زي صوت نقنقة للتفاضع كده تلاقينا عملين يتكلموا كده عملين يتكلموا يقول لك شفت وصلونا الفين شفت الحكومة وصلتنا الفين النهاردة بيسوقوا رجول الفراخ شفت النخبة عملت شفت الدولة عملت إيه؟ النهاردة وصلنا إلى أن إحنا بناء كل رجول الفراخ والإعلام بيسوق لنا رجول الفراخ والناس عملوا له أهمية رجول الفراخ وعظمة رجول الفراخ وطعم رجول الفراخ وأصبح رجول الفراخ عنوان سياسي لاستهداف الدولة عنوان سياسي لاستهداف إنجازات الدولة عنوان سياسي لإحباط الناس بتقوم به نخبة أراها نخبة فيها نخبة من الحمقة نخبة من الناس اللي فهمه وعارفة بتعمل إيه اللي هو متآمر وغبي ده حاصل في بلد حاصل في بلادي حاصل أمام أعينكم لكن هل يليق بنا أنه معلش يعني وكلام ما هو تقال هل يليق بنا أنه الجالية المصرية في الخارج اللي هم بيشتغلوا بحبوا بلدهم خايفين على بلدهم بيشموا خبر حلو على بلدهم أنت تروح تخلي حد يعيره يقوله يا زي ما بيقولوننا يعني ينفع ينفع قد فرصة قد فرصة لحد أخويا ولا أختي ولا أبويا ولا ابني ولا قريبي اللي موجود برة بيشتغل برة في أي دولة من الدول أخلي حد يصخر منه ويعيره يقوله يالله مش لقينه إلا رجول الفراخ عيب وما يصحش وما نستهلش كده يعني عيب وغلط وما يصحش وبلدنا ما تستهلش كده ولولدنا يستهلوا كده لكن مجموعة من الناس اللي قاعدين ما عندهمش زر ضمير ما عندهمش زر فهم سياسي ما عندهمش زر مش عايزة أقول وطنية مش عايزة زايد لكن هو أحمق بالفعل والحمقى يصنعون التاريخ والحمقى يصنعون الأحداث أنا شايف إنه موضوع زي أرجو الدجاج أو رجول الفراخ عمل حالة في الشارع غير مريحة وسوى صورة غير مريحة ورسم صورة على غير الحقيقة زي ما قلت إنه ممكن نتكلم دلوقتي يلا اللي يسبق فيه هيجيب خبر ويكون حقيقي بالمناسبة يلا بدء إنتاج البروتين من الحشرات فيه ثلاث مصنع في أفريقيا ما هو ده حاصل يا جماعة نعمل بقى أخد إسقاط على واقعي طيب من راح في مصر يجيب حاجة مش عايز أتكلم بكلام تاني يعني بقولنا كل حاجتنا موجودة ولسه بنقول كذا وكذا أسعار عالية بنحاول نهبط وبنزعق وبنتخانق وبنقول وبنهاجم ده الوضع في كل ما كان في العالم ما فيش دولة في أوروبا يعني بيقطعوا مسكين مشروط بيقطعوا نفسهم احنا قاعدين بنقصوا على أنفسنا بشكل لا يليق بنا ولا يليق بالظرف اللي احنا فيه